الموضوع اللي احنا نتكلم عليه النهاردة اللي هو هيبقى المقدمة and approach to anemia اول حاجة احنا بنحب نتكلم عليها او دايما انا بحب افضل ان انا ابتدي بالbasic physiology لما نيجي نتكلم على الهيماتوبويتك سيستم والهيماتوبويتك سيستم ده هو انا عبارة عن ايه عبارة عن البلود عبارة عن البوم مارو عبارة عن الليفر عبارة عن الاسبلين وعبارة عن الكيدني بمعنى ان الهيماتوبويتك سيستم موجود في اكتر من مكان جزء من السيلز بتاعته موجودة في البلود وجزء في البوم مارو وجزء في الليفر وجزء في الاسبلين وجزء في الكيدني طيب البلود عبارة عن ايه البلود بيمثل 8% من البودي ويت البلود ده هو بيتكون من حاجتين جزء منه cells وجزء منه fluid element cellular element اللي هي بتمثل 45% والfluid element اللي هو 55% طيب cellular element اللي هي عبارة عنه cellular element اللي هي عبارة عن red blood cells white blood cells والجزء الفلود اللي هو البلازما لما نيجي نتكلم على red blood cells اللي هي الarythrocytes الarythrocytes الفنكشن الأساسية بتاعتها ان هي carrying oxygen and delivering oxygen to the tissues الفنكشن الأساسية بتاعتها red blood cells من خلال major components بتاع content بتاعتها هو اليموغلوبن الفنكشن الأساسية بتاعتها اللي هي carriage and delivering oxygen to the tissues بالنسبة للwhite blood cells الwhite blood cells بأنواح المختلفة زي ما هنشوف دلوقتي الفنكشن الأساسية بتاعتها ان هي it mediates the immune response to combat infections الplatelets زي ما هنتكلم بعد كده معني نفتح الموضوع بتاع الcoagulation they play a very crucial role في الcoagulation بالنسبة بقى للبلازما البلازما اللي هي fluid part ده عبارة عن ايه؟ الفلود ده عبارة عن mix ما بين الووتر مطلعين من one single mother cell المother cell دي بنسميها stem cell أو الprogenitor cell الprogenitor cell دي زي ما هنشوف بعد كده من خلال الaction بتاع cytokines هتبتدي بيحصل لها differentiation وتديني various types of various cell lines البوم مارو اللي هو المصنع اللي بيطلع الcells دي كلها اللي هو موجود في الprogenitor cell أو الstem cell موجود فين البوم مارو ده هو موجود فين وزي ما قلنا انه في substances معينة بتطلع اسمها cytokines cytokines دي اولاد دي it's a very big list of chemical material او مش هنقول chemical it's very long list of substances وكل cytokine بيشتغل على cell line معين عشان في الاخر differentiation بيدي الspecific cell type زي ما حوريكو في الدياجرام اللي بعد كده من اهم الحاجات اللي او من اهم الفاكتورز اللي بتساعد في الديفرانشيشن بتاع الريب بلوت سيل very important هرمون طالع من الكيدني اسمه يبقى الميجور هرمون اللي هو بيستيميولات ال production of ريب بلوت سيلز من البوم مارو اسمه الريب بلوت سيلز اللي هو طالع من الكيدني الدياجرام ده هو بيوضح لنا البوم مارو والبوم مارو زي هنشوف هنشوف الرسمة بعد كده بيطلع لي التلاتة الريب بلوت سيلز والويت بلوت سيلز عفوا وال الدياجرام دا الحقيقة انا احب الدياجرام دا جدا لان الدياجرام دا الدياجرام دا هو بيورينا الكونسيبت بتاع ما يطلق عليه الديفرانشيشن وال سيلز وازاي الكونسيبت بتاع الستام سيلز اولا انا عندي هنا هي دي هي دي الماضر سيل زي ما اتفعنا ان الماضر سيلز ا Veronique باي ال放ي quest محما من السايتو حتبتدي يحصل لها rition تديني اللومفط والجزء التاني اسمه المايلوايد الProgenitor اللومفط ستام سيل ديا بيحصل لها think بتديني النهاترال وتديني بعد كده الماضر سيل بتاعت الليمفوزايد ناخد بالنا ان الماضر سيل بتاعت الليمفوزايد بيثيب البوم مارو لانه جزء منها بيروح بعد كده على الطايمس وتديني olimphocyte وجزء منها بعد كده بيروح على nyphoid tissue وبيديني ال Belinphocyte اللي هي بتبقى البلازما سري هيا هي هي دي اللي بيحصل لها بتدي الميجا كاريو سايتس والأريثرو سايتس والبليتلتس والميلو بلاست الميلو بلاست ايه هي الميلو بلاست؟ الميلو بلاست هي المادر سيل للويت بلاد سيلز لانه بالاكشن بتاع السايتو كاينز هتديني جزء منها البيزوفيلز وجزء بيدي نيوترو فيلز وجزء سينوفيلز وبعد كده هو بيدي حاجة اسمها المونوسايت والمونوسايت بالذات هنتكلم عليها لان المونوسايت ليها وضع خاص بالنسبة الـ White Blood Cells الـ Erythrocytes دي عبارة عنه الـ Erythrocytes عبارة عن A-Nucleut A-Nucleut يعني ما فيهاش Nucleus Highly Flexible by Concave Disc يبقى كل حاجة من دول مهمة جداً إنها ما فيهاش Nucleus وإن يعني إيه Highly Flexible يعني الممبرين بتاعها Very Elastic والـ Elasticity أو الـ Flexibility هي دي اللي بتخلي الـ Red Blood Cell تعدي من الـ Very Very Narrow Pores اللي موجودة في الـ Red Pulp بتاع الـ Spleen من غير ما تبقى وده الـ Diagrand ده هو بيضح لنا الشكل بتاع الـ Erythrocytes ده الشكل ده هو من فوق وده الشكل اللي هو من Side View Side View شايفين الـ Bi-Concave Disc ده لازم نفهم إنه الـ Shape ده هو Maintaining الـ Shape بتاع الـ Red Blood Cell as Bi-Concave This is an active process which needs energy and it needs production of certain enzymes والمنظر ده بيبين الأهمية بتاعة الـ Flexibility بتاعة الـ Red Blood Cell لأن زي ما قلنا إنه الـ Flexibility بتاعة المنبرين شايفيني الـ Diagram ده هو الـ Red Cell بتسكويز itself عشان تعدي من الـ Very Narrow Diameter Micro Capillaries وعشان نفهم ونستوعد أهمية الـ Property دي اللي هي الـ Property بتاعة الـ Flexibility المنظر ده هو ده اللي هو المنظر بتاعة الـ Normal Red Blood Cell وهي بتسكويز itself عشان تعدي من الـ Narrow Capillaries في بعض الأمراض زي مثلا Cycle Cell Disease الـ Proper دي بتبقى Lost والـ Cells بيحصل لها وبيلزقوا مع بعض وبيبتدي يسدلي الـ Micro Circulation يبقى الـ Property بتاعة الـ Alasticity and Flexibility دي حاجة من الحاجات المهمة جدا As a Normal Property of the Red Blood Cell الـ Life Span بتاعة الـ Red Cell 120 يوم إيش معنى 120 يوم لإن بعد 120 يوم الـ Red Cell بتعجز يعني إيه بتعجز معناها إنه المنبرين It starts to lose its flexibility يعني مش هيبقى عندها القدرة إنها تبقى سكويز وتعدي في الـ Narrow Capillaries فلما يحصل الكلام ده وتعدي من الـ Spleen في حاجة في الـ Spleen اسمها الـ Red Pulp الـ Red Pulp داوان فيه Very Narrow Finestrations فالسل الكبيرة العجوزة اللي هي Red Blood Cell مش هتقدر إنها تعمل الـ Spleen وحتبقى 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 وبيحصل لها بعد كده هو وبيحصل وبعد كده بيحصل بتاعة الـ Recycle الـ Process بتاعة 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 موساوي للـ Destruction أو Recycling يبقى الـ Hemoglobin حيبقى منتج نورمل يبقى معنى كده إمتى حيحصل أنيميا يبقى معنى كده حيحصل أنيميا لو المصنع ما بيطلعش أو اللي بيطلع ده هوم بيتكسر بسرعة طيب المين كونتنت بتاعة الـ Red Blood It is The Hemoglobin الهمoglobin ده عبارة عن الهمoglobin ده عبارة عن بروتين البروتين ده هو It is a tetramer tetramer يعني يعني أربعة يعني هم أربعة تشينز والأربعة تشينز دول 2000 و2 بيتا وجواها في عندنا الـ Iron موليكيول يبقى نقول تاني المين كونتنت بتاعة الـ Red Blood اللي هو الهموجلوبن الهموجلوبن عبارة عن هيم انجلوبن الجلوبن البروتين عبارة عن 2000 و2 بيتا تشينز والهيم عبارة عن Iron وجوا ال عبارة عن بروتو بروتو بروفايرين جوا ده المنظر بتاع الهموجلوبن موليكيول في عندنا هنا أربعة تشينز زي ما انتو شايفينهم كده هول عندنا 2000 وعندنا 2 بيتا وكل اللي تشين من دول جواها اللي هي موليكيول اللي هي معبارة عن Iron موليكيول في النص وحواليها ال بروفايرين رينج يبقى هو ده المنظر بتاع الهموجلوبن والريتروسايد في بعد كده السل اسمها ريتيكيلوسايد ايه هي ريتيكيلوسايد ريتيكيلوسايد بمنطقة البساطة هي يعني زي ما هنشوف دلوقتي البروسيس بتاعت اللي بتحصل في البوم بتبتدي من وبتبتدي احصل لها لغاية ما تدي خالية اسمها الريتيكيلوسايد الريتيكيلوسايد دي هي بعد كده اللي هتبقى طب الريتيكيلوسايد بتفرق في ايه بالضبط عن أولا بيكون فيها ريملان من والحاجة اللي بعد كده بتاعها اما بتبقى بتدي والحجمة بتاعها بيبقى اكتر شوية من وزي ما تفقنا ان بيكون فيها بقايا نيوكليس يعني بقايا RNA لان بعد كده هو الجزء اللي هو فاضل في نيوكليس as RNA remnant ده بعد كده بتروح على الاسبلين وبتبقى كابتشرت في الاسبلين بيشيل الكلام ده كله وبيحول الريتيكيلوسايد الى ماتيور ريد بلود سيل الدياجرام ده هو بيوضح لنا البروزيس بتاعت الديفرانشيشن والبروداكشن زي ما اتفعنا هي دي المادر سيل من خلال سيتو كاينز معانا هيبتدى يحصل لها ديفرانشيشن ونخلي بلنا بقى ان البروزيس بتاعت الديفرانشيشن في البداية بتاعتها في المراحل الاولى بتبقى محتاجة الريثرو اللي هو طالع منك لكن في مرحلة بعد كده هتبقى معتمدة اساسا على حاجة مهمة جدا اللي هي الايرن يبقى معنا كده ان البروزيس بتاعت الديفرانشيشن بتاعت المادر ستمسل او اللي هي كروجينيتور سيل عشان تديني في الاخر الماتيور ريب لاتسيل في المراحل الاولانية بتبقى محتاجة لكن بعد كده هوا بتبقى محتاجة ايرن اللي هي في الاخر بعد كده البوم مارو بيطلع الخلية الشابة اللي هي اسمه بعد كده على الاسبلين بيعمل بيعمل بتاع الار اينيه وتديني بعد كده هو الماتيور ريد بلاد سيل ودي برضه نفس الرسمة والرسمة دي زي ما اتفقنا الكونسبت اللي يهمني ان احنا نعرفه ان المرحلة الاولانية بتبقى ديبندنت على السبلاي بتاع الاليسترو بويتن لكن هتيجي بعد كده مرحلة هتبقى ديبندنت على بالنسبة لل الجراني اللي هي برضه من المادرسل اللي اسمها الميلو بلاست الجراني لوسايت في عندنا منها كزا نوع الانواع دي بتتقسم بناء على الستيني الى نيوتروفيلز وإيسينوفيلز وكل الانواع دي بيبقى اولا السيتو بلازم بيبقى على حسب نوع على حسب الستين بين السل بنقسمها النيوتروفيل او بيزوفيل او والحاجة بعد كده هو ان بتاعت الجراني لوسايت ايه المونوسايت المونوسايت زي ما شفنا او هنشوف تاني في السلايب بعد كده المونوسايت دي اساسا على عكس كل الجراني لوسايت يعني احنا بجينا نتكلم على الجراني لوسايت اللي هي النيوتروفيلز والبيزوفيلز والبيسينفيلز دول بيبقى موجودين في البلاد ولكن بالنسبة للمونوسايت بتبقى اساسا موجودة في التشوز لان المونوسايت دي هي بعد كده وتديه للمفوسايتس عشان كده الماكروفاكس دي بنسميها الانتجين بريزانتينج سالس بالناسبة لللمفوسايتس احنا وحنشوف تاني برضو الدياجرام ان الليمفوسايتس في مرحلة مبكرة جدا بتسيب البوم مارو وجزء من أو يعني population معين من الليمفوسايتس بيروح على الثايمس جلاند ويبقى التيلينفوسايتس وجزء تاني بعد كده هو بيروح على الليمفويت تيشو ويديه للمفوسايتس اللي هي بتبقى بتاعة البلازمة سال اللي هي بتطلاع عليه الأنتييبويتس ده برضو الدياجرام اللي احنا اتفقنا عليه نراجع تاني اديل تيل grownه جزء منه حيدين الليمفويت بلكورسر وده بعد كده بيدي حاجة اسمها الناتشيول الكلر سال والليسمون للمفوسايت بيسيب البوم مربا وبدري عشان بعد كده تروح وتديني التيينفوسايت أو تروح بعد كده هو على الليمفويت تيشو بتديني اللي هي بتاع البلازما سيل وبعد كده هوا جزء منها بيدي وجزء بيدي وجزء بيدي اللي هي بعد كده بيدي البيزوفيلز ونيوتروفيلز واليوسينفيلز وسيللاين مختلف بيديني المونوسايت اللي هي بتبقى موجودة جوة اللي هي بعد كده بتديني الماكروفاك يبدأ جرام ده هوا إحنا زي ما اتفقنا إنه القصة عبارة عن very delicate balance how much is produced by the bummero how much will be destroyed by the spline اللي هو بعد 120 يوم يبقى معنى كده إمتى بيحصل أنيميا؟ أنيميا بتحصل لو حصل imbalance في القصة دي يبقى ال imbalance ده يا إما هيبقى مشكلة في الانتاج يعني مشكلة في البومبرو مشكلة في البروداكشن أو السيلز بتتكسر بسرعة يبقى سيمكلي الانيميا حبارة عن reduction في النمبر of the circulated erythrocytes either due to impaired production or increase in the rate of destruction or loss of the red blood cells هنا بقى في شوية values لازم تتحافظ كويساوي النورمال ليفل بتاع الهوموجلوبين في الميلز والفيميلز لازم يتحافظ والهيمتوكريت أنا أفضل برضو إنه انتو تحفظوا النورمال ليفل بالنسبة للميلز والفيميلز في حاجة اسمها red cell indices اللي هي بتشمل المين كورباسكيلر تمام أما نيجي نتكلم على احنا قريدي اتكلمنا وقلنا ان بتاعت الريد سيل 120 يوم نرجع ونقول تاني اش معنى 120 يوم لأن بعد 120 يوم اللي حيحصل بعد كده هو انه الريد سيل it starts to lose its flexibility يعني الممبرين it starts to lose its flexibility it will not be able to squeeze itself to pass across النرو فنستريشن الموجودة في الريد بلب of the spleen فالسبلين هيكابتش الريد سيل دين ويكسرها تمام يبقى الريثروسايت capability أو الانيميا definition بتاعها reduction في number of erythrocytes وبناء عليه decrease في الهيموغلوبين اللي هو الوظيفة الاساسية بتاعته oxygen delivery to the tissues يبقى معنى كده ان ال major consequence للانيميا هيبقى تيش هايبوكسيا لأنه ما فيش هيموغلوبين اللي هي الاساسية بتاعته oxygen delivery to the tissues يبقى بيحصل أول ما بتحصل تيشو هيبوكسيا ده بيستيميوليت سيلز معانة في الكيدني عشان تطلع لي every important hormone اسمه الريثروبويتن الريثروبويتن ده تستارت تستيميوليت البومارو to produce more red blood cell to compensate for the degree of anemia يبقى معنى كده انه major two mechanisms في بتاعت الانيميا نمرى واحد impaired production المشكلة عندي في المصنع أو increased destruction اللي بيطلع بيتكسر يبقى هم دول two major mechanisms للانيميا طب أمانيجين الكاتجرية الأولينية اللي هي الحاجات اللي هتعمل لي impaired production of the erythrocytes ايه الحاجات اللي ممكن تعمل كده أول حاجة erythropoietن في عندي مشكلة في erythropoietن اللي هو طالع من الكيدني وزي ما قلنا erythropoietن it's a very crucial hormone for the normal process of differentiation الكلام ده بيحصل امتى بيحصل في الكيدني failure أو بعد كده هو السبب التاني إن المصنع نفس اللي هو بوم مارو ما بيشتغلش يعني إيه ما بيشتغلش يعني حصل فيه أبليزيا يعني مثلا واحد exposed the radiation أو بياخد chemicals موتة كل mother cell اللي موجودة في البوم مارو حصل بوم مارو أبليزيا أو البوم مارو بقى replaced by fibrosis يعني بدل البوم مارو ما يبقى فيه جزء cells وجزء fatty tissue البوم مارو كله بقى بارة عن fibros tissue دي حاجة اسمها myelofibrosis من الأسباب المهمة جدا جدا اللي ممكن تعملي impairment في الproduction of the red blood cell نتيجة direct effect على البوم مارو deficiency في الB12 and folic acid لأن زي ما حنشوف إن الB12 والfolic acid these are very important items في النورمال بروسس بتاعة الـ differentiation وآخر سبب اللي هو ممكن يعمل impaired أو في عندنا مشكلة هتبقى في الproduction of the ethroid series by the بوم مارو إن حيبة في عندي impaired hem synthesis جوه البوم مارو وده زي ما بيحصل في الـ iron إحنا نفتكر قلنا إنه الـ process بتاعة differentiation بتاعة red blood cell وهي جوه البوم مارو في المرحلة الأولينية بتحتاج وفي المرحلة تانية بتحتاج حصل عندي مثلا نتيجة ده بيترتب عليه أنيميا النوع التاني من الأيميا اللي هي بتبقى نتيجة accelerated destruction أو loss إحنا نتفق تاني two major mechanism ستاعة الأيميا حاجة مع السرعة المصنع ببيطلع شكفية مشكلة في البوم مارو الحاجة التانية البوم مارو بيطلع لكن اللي بيتطلع بيفقد بيتكسر بسرعة اللي هو يقيم نتيجة hemolysis يقيم نتيجة bleeding طيب لما نيجي نتكلم على bleeding هو bleeding ده هو اللي فيه عندنا نوعين عندنا نوع acute وعندنا نوع chronic hemolysis هو بداية يعني ايه premature يعني rib blood cell بتتكسر قبل العمر اللي افتراضي بتاعها اللي هو 120 يوم يبقى لو حصل destruction of the rib blood cell قبل 120 يوم ده بيبقى اسمه hemolysis الhimolysis لهو بنرجع نقسمه إلى يعني مشكلة في الrib blood cell نفسها أو الhimolysis حصل نتيجة حاجة خارج أو outside rib blood cell يبقى الhimolysis يقيم نتيجة intrinsic أو extrinsic abnormality بنرجع بنرجع نقسمها يا إما حاجات hereditary أو حاجات acquired زي ما حنشوف دلوقتي الحاجات الhimolysis اللي موجودة في الريتسل اللي هي ممكن تعمل hemolysis يا إما مشكلة في الممبرين زي ما بيحصل في الـ spherocytosis يا إما مشكلة في الـ enzymes اللي جوه سيل وحنعرف بعد كده ليه الـ enzymes اللي ما يحصل مشكلة في اللي يحصل hemolysis أو مشكلة في الhimolysis نفسه إحنا قلنا الhimo عبارة عن hemolysis مشكلة في الhimolysis يا إما مشكلة إن التركيب بتاعته abnormal أو المشكلة في الـ production يعني يعني disorders بتاعت الhimolysis اللي إحنا بنسميها hemoglobinopath دي إما تبقى مشكلة في الـ production synthetic زي الثلاثينية أو إن الhimolysis ده تركيبته abnormal اللي هي structural زي ما بيحصل فيه sickle cell disease acquired abnormality اللي هي متعلقة بالred blood cell دي ممكن بتحصل حاجة المثال ليها pharoxyzma النكتورna الhimo glibinuria ودي حنتكلم عليها لما حنتكلم على الhimolytic anemia الhimolytic anemia اللي بتحصل نتيجة حاجة مش gower cell يعني extrinsic abnormality ده ممكن يبقى مثلا بيحصل نتيجة anti-body mediated يعني immune mediated أو mechanical trauma يعني mechanical trauma يعني فيه عندنا certain conditions هتعمل لي alteration للendothelial lining الendothelial lining بدل ما يبقى smooth surface بيبقى rough يبقى اما هتيجي red cell passes across this rough surface هيحصل لها destruction mechanical trauma دي أو abnormality اللي بتحصل في الendothelial lining دي ممكن بتحصل في حاجة اسمها micro-angiopathic hemolytic anemia من ضمن الحاجات المشهورة اللي ممكن تعمل ياموليس نتيجة حاجة خارج ال red cell infections وطبعا أشهر نوع من أنواع infections اللي ممكن تعمل ياموليس بتبقى المالاريا العين اللي عنده أنيمة بيشتيكة من إيه معظمها بتبقى non-specific symptoms يعني إيه non-specific symptoms fatigue dyspnea exercise intolerance لو عين بقى عنده ischemic heart disease الأنيمية اللي بيترطب عليها hypoxia it can produce or it can lead to angina أو myocardial infarction نفس القصة العين اللي عنده peripheral vascular disease يعني عنده atrysclerosis في الأرض ستاعة lower limb الأنيمية ممكن تعمل chlodication pain يعني إيه chlodication pain حاجة كده بالضبط زي الأنجاين يعني يمشي سمانة رجله وتقفش عليه ده ممكن يبقى as a symptom of anemia physical signs اللي احنا ممكن نشوفها فيها عيان عنده أنيمية بنبص بنلاقي pallor في ال skin mucos ممكن بيبقى فيها عندهم orthostatic hypotension ولو الحالة حالة هيموليتك أنيمية بيبقى فيها specific signs للهيموليتك أنيمية على حسب نوع الهيموليتك أنيمية زي ما هنشوف بعد كده لما نيجي نتكلم على compensatory mechanism الجسم بيعمل إيه في حالات الأنيمية في عندنا a very important equation بيتقول إن oxygen delivery to the tissues it is the product of blood flow multiplied by hemoglobin concentration multiplied by the difference of oxygen saturation بين arterial side بيعوض بيعوض بالنسبة البلد flow بيحصل increase في الكاردك output بالنسبة للهيمولوبين بيزيد الاريثروبويتن عشان يطلع لي excess red blood cells من البوم مارو القصة بتاعت الساتيوريشن بتتحل إزاي إن مع الأنيمية في عندنا changes معاينة بتحصل جوه السل وبيبقى في less affinity of هيمولوبين وبناء عليه بيحصل آخر حاجة حنتكلم عليها الغريطم كده سريع إحنا زي يعني زي ما اتفقنا أول حاجة بنشوف هنلاقيه مجلب نواطي والحاجة التانية أول حاجة نبص عليها تبقى لو لقينا اللي هو من 80 لمية دي بنسميها النورموساتيك أنيميا النورموساتيك أنيميا أول حاجة بعديها هبص عليها على طول هبص على الرتيكيلوساتيك الريتيكيلوساتيك الريتيكيلوساتيك ده بيبقى رفلكشن الريتيكيلوساتيك ده رفلكشن إن البومارو شغال كويس وبيطلع رتيكيلوساتيك كتير عشان يهوض الأنيميا يبقى لو لقينا الرتيكيلوساتيك عددها كتير وتحديدا أكتر من 2% يبقى معناها إن البومارو ده هو is healthy and it is working to the maximum to compensate for the anemia وده بيحصل في حالات الجيمولاتيك anemia أو لكن لو لقينا إن العدد بتاع رتيكيلوساتيك قليلا يعني معناها إن بالرغم للأنيميا المصنع ما بيزودش إنتاجه ده اللي بنسميها الهايبو ودي بتحصل في حالات اللوكيميا أو الأبلاستيك طيب لو لقينا الامسي في أقل من 80 لو أقل من 80 بيبقى اسمها مايكروستيك anemia زي ما حنشوف بعد كده إنه أشهر سبب من المايكروستيك هايبوكروبك anemia بتبقى الايرن deficiency anemia يبقى لازم بعضيها على طول أعمل حاجة اسمها iron studies دي حنتكلم عليها بالتفصيل والايرن studies أساسا بتشمل الايرن والفريتين والتوتال ايرن بايني كباستي وترانسفيرن ساتيوريشن لو لقينا يبقى في الحالة دي هيبقى دي iron deficiency anemia لإن لو لقينا الايرن is low والفريتين is normal دي بتبقى حاجة اسمها anemia of chronic disease وهنتكلم على الموضوع ده بالتفصيل لما هنيجي نفتح الموضوع بتاع مايكروستيك هايبوكروميك anemia النوع الأخير لو لقيت الامي سي في أكتر من مية دي اسمها مايكروستيك anemia لو مايكروستيك anemia بنقول للكلينيك الباتولوجي شوف لنا هل في عندك ميجالو بلاستس ولا لأ يبقى لو لقينا ميجالو بلاستس ودي بتبقى خلايا لها شكل مميز جدا دي حتبقى الماكروستيك anemia ميجالو بلاستيك anemia وبتحصل يقام نتيجة البيتولف أو الفوليك أسد anemia لكن لو لقينا ماكروسايتس يعني السايز بتاعها أكتر من 100 يبقى دي اسمها نان ميجالو بلاستيك ودي ممكن تحصل مع الالكول أبيوز أو مع الميلو ديس بلاستيك سندروز كده يبقى خلصنا الانتروداكشن بالنسبة لي الانيميا والمرة الجاية هنتكلم إن شاء الله على الهايبوكروميك مايكروسايتك انيميا